لكن كمان على مستوى الأحداث المحلية والقرية كان النادي الأهلي وبنبارك لفريق قرة اليد للنادي الأهلي بالفوز بالسوبر الأفريقي ألف ألف مبروك لأبطالنا إنجاز كبير جدا يحسب لأسرة قرة اليد في النادي الأهلي ودايما النادي الأهلي هو الممثل المصري الأفريقي في السحات العالمية فريق النادي الأهلي لكرة اليد بيفوز على نادي الزمالك في السوبر الأفريقي وبيتأهل إلى طبعا كأس العالم للأندية طبعا فرحة كبيرة جدا جدا وإنجاز يحسب لكل رجل في هذه المنظومة يعني قبل هذه البطولة كان البطولة غالية بصراحة بطولة غالية جدا وبطولة جاية في معادها كان في بعض الانتقادات بعض الأحداث لكن الصورة اللي قدام حضراتكم خير دليل على أن النادي الأهلي دايما النادي الأهلي حيوصل لكأس العالم للأندية وبيمس الأفريقيا وبيمس المصر في هذه البطولة الكبيرة دلوقتي الأبطال موجودين في خوض البطولة الأفريقية ألف مبروك لفريقنا فريق كرة اليد بالفوز السوبر الأفريقي على نادي كبير النادي الزمالك معروف من الأندية الكبيرة جدا جدا على مستوى كرة اليد وهي عندهم فريق قوي فريق يحترم ولكن يبقى الإصرار والإنجاز ويبقى روح الفن للحمر على جميع المستويات في كرة اليد والقدم والسلة وكل الألعاب إذا كانت فردية أو حتى زوجية أعتقد النادي الأهلي بيقدم ملحمة جديدة كل التوفيق لأبطالنا الموجودين للمجدام حضراتكم في البطولة الأفريقية وكل التوفيق لممثل مصر وممثل أفريقيا في كاس العالم للأندية لكرة اليد ترجمة نانسي قنقر